تعلمتم في الدروس السابقة طريقة معايرة الحمض القاعدة وستتعلمون في درسكم هذا طريقة معايرة الأكسد الإختزال أمامكم محلول يحتوي على كاتيون الحديد وشحنته 2+, FE2+, وتركيزه مجهول والمطلوب إيجاده من خلال معايرة الأكسد والإختزال يحتوي هذا الوعاء الزجاجي على 10 مليلتر أم أل من محلول حمضي وليكن حمض الكبريتيك كما يحتوي كما ذكرنا على كاتيون الحديد ومصدر للبروتونات وهو الحمض وسيضاف إليه كمية من بيرمنغنات البوتاسيوم وصيغته الكيميائية KMNO4 أما تركيزه فيساوي 0.02 مولار أم وهو التركيز الذي تبدأ به معايرة الأكسد والإختزال بيرمنغنات البوتاسيوم هو المركب الناتج من تفاعل K+, زائد MNO4- أي سيكون لديكم مصدرا لأنيونات البيرمنغنات عند إضافة محلول بيرمنغنات البوتاسيوم عند القيام بهذه الخطوة ستحدث عملية الأكسد والإختزال وهذا هو تفاعل الأكسد والإختزال الموزون ألقوا نظرة سريعة على أعداد التأكسد وستعرفون أن هذا تفاعل أكسد واختزال إذ أن للأكسجين ذرتين سالبتي الشحنة وبما أن لديكم أربع ذرات اضربوا سالب 2 في 4 ويساوي سالب 8 ويجب أن يكون مجموع الشحنات هنا سالب 1 وعليه فإن شحنة المنغنيز MN تساوي موجب 7 لأن موجب 7 زائد سالب 8 يساوي سالب 1 أي أن عدد تأكسد المنغنيز هو موجب 7 أما بالنسبة للنواتج هنا فإن عدد التأكسد لكاتيون المنغنيز هو موجب 2 لاحظوا أن عدد تأكسد المنغنيز انخفض من موجب 7 إلى موجب 2 ويعرف الانخفاض في عدد التأكسد بالاختزال أي أن المنغنيز قد اختزل في تفاعل الأكسد والاختزال هذا أما عدد تأكسد كاتيون الحديد Fe2+, وهو واحد من المواد المتفاعلة هنا فيساوي موجب 2 وينتج عن التفاعل Fe3+, وعدد التأكسد لأيون الحديد هنا يساوي موجب 3 أي أن عدد التأكسد للحديد يرتفع مما يعني أنه قد تأكسد في تفاعل الأكسد والاختزال هذا عند إضافة برمنغينات البوتاسيوم إلى المحلول ستتشكل نواتج التفاعل هذه وهي هذه الأيونات عديمة اللون في المحلول لذلك ومع تفاعل البرمنغينات مع مكونات المحلول يختفي هذا اللون البنفسجي ويصبح المحلول عديم اللون وعند إضافة المزيد من برمنغينات البوتاسيوم يصبح كل ما في المحلول عديم اللون عندها إذا تمت إضافة قطرة واحدة أخرى منه يظهر لون بنفسجي فاتح وهذا يشير إلى أن المعايرة قد وصلت نقطة النهاية وذلك لأن النواتج كانت عديمة اللون وبما أنها تغيرت وأصبحت مائلة إلى اللون البنفسجي فهذا يعني وجود كمية صغيرة من أيونات البرمنغينات التي لم تتفاعل داخل المحلول ويدل ذلك على أن كاتون الحديد الموجود أصلاً في المحلول قد تفاعل بالكامل بالتالي عليكم إيقاف المعايرة عند هذه النقطة لأنكم وصلتم نقطة نهاية المعايرة افترضوا أن المعايرة انتهت عند هذه النقطة وذلك باستخدام حجم معين V من محلول برمنغينات البوتاسيوم لمعايرة Fe2+, وليكن 20 مليلتر والمطلوب هنا هو إيجاد تركيز كاتون الحديد Fe2+, في المحلول وبإيجاده ستتمكنون من إيجاد عدد مولات البرمنغينات اللازمة لإتمام التفاعل مع كاتون الحديد ويمكن إيجاد المولات من خلال المولارية والحجم المولارية M تساوي مولات المذاب على لترات المحلول ومولارية البرمنغينات تساوي 0.02 مولار أما اللترات فتساوي 20 مليلتر أي 0.02 لتر بالتالي لإيجاد عدد المولات إضربوا 0.02 في 0.02 ويساوي 0.0004 وهو عدد مولات البرمنغينات اللازمة لإتمام التفاعل مع كل أيونات الحديد Fe2+, الموجود أساساً في المحلول الخطوة التالية هي إيجاد عدد مولات أيونات الحديد الذي بدأت به المعايرة وللقيام بذلك لابد من استخدام المعادلة الموزونة لتفاعل الأكسد والاختزال انظروا إلى المعاملات هنا إذ أنها تطلعكم على النسبة المولية معامل البرمنغينات 1 بينما معامل Fe2+, هو 5 بالتالي فإن النسبة المولية للبرمنغينات إلى Fe2+, هي 1 إلى 5 وكما ذكر سابقاً فإن عدد مولات البرمنغينات اللازمة للتفاعل مع Fe2+, يساوي 0.0004 مول بينما يمثل أكس عدد مولات Fe2+, الذي بدأت به المعايرة ويساوي 5 ضرب 0.0004 ويساوي 0.002 أي أن أكس يساوي 0.002 وهو عدد مولات Fe2+, في المحلول أساساً وبما أنكم وجدتم عدد مولات أيونات الحديد وحجمه الأصلي يساوي 10 مليلتر أي 0.01 مليلتر جدوا تركيز Fe2+, ويساوي 0.002 على 0.01 ويساوي 0.2 مولار وهذا هو التركيز الأصلي لأيونات الحديد Fe2+, في المحلول نصل بذلك إلى نهاية الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر